هذه نتائج الفرق الأربع المتنافسة على الدوري مع بعض لما تسولهم دوري مع بعض الهلال من خمس مباريات تحصل على ثمان نقاط الشباب من أربع مباريات تحصل على خمس نقاط ست نقاط عفوا الاتحاد من أربع مباريات تحصل على خمس نقاط النصر من خمس مباريات تحصل على ثلاث نقاط فقط حسين قليل بصراحة حقيقة أنت لذول المنافسين المباشرين بالنسبة لك ظاهره بس أو تعادل مع الاتحاد والشباب والهلال يعني صعب أنك ما تكسب منافس على الأقل تكسب وبالإضافة أنك ما تخسر من الفرق الأقل لكن أنت من الفرق المنافسين أنك تخسر مبارتين مع الاتحاد المنافس المباشر لك ومع الهلال في مباراة مهمة اليوم بالنسبة لك أنا أتوقع أنه صعب المرة ثانية حسين قالت جارسية هي السبب اللي ما حدث اليوم فالنه لا لا ولا هي تكملة لأنه حتى لما مع جارسية النصر ما كان يعني فيه مباراة بيكون فيها مقنع وفيه مباراة ما بيكون فيها مقنع والدليل أن أنت الآن الإحصائية اللي يجبتها أنه ما كسب أي فريق حتى منافس أوكي إحنا ممكن استمرار المدرب ممكن يكون أفضل لكن أنت بتتكلم هذا شيء تراكمي يعني شيء موجود من البداية مو من الآن يعني يعني خسر النصر مع جارسية مدرب لله أتعادل مع الشباب أتعادل مع الهلال إنه كان التعادل يكون مرضي هذا شيء ثاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر